السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ اليوم بشرح درس الألعاب الأولمبية للصف السابع نبدأ بالفقرة الأولى الاهتمام بالرياضة ليس وليد العصر الحديث بل كانت المباريات تجري بين المتسابقين منذ القدم ولكن ما يميز الرياضة اليوم هي مجموعة القواعد والقوانين التي تحكمها ووضعت بهدف غرس الأخلاق الرياضية بين المتنافسين المعاني وليد العصر أي بمعنى نشأ حديثا غرس تثبيت تحكمها تضبطها الفكرة الرئيسة أهداف الرياضة غرس الأخلاق الرياضية بين المتنافسين استخرجي من النص جمع مؤنث سالما المباريات جمع مذكر سالما المتسابقين والمتنافسين ضميرا منفصلا هي اسم إشارة التي ضرفا منذ اليوم جمع تكسير القوانين فعلا مبنيا للمجهول وضعت الفقرة الثانية ومن أبرز النشاطات الرياضية في العصر الحديث الألعاب الأولمبية وهي احتفالات رياضية تقام مرتين كل أربع سنوات دورة صيفية وبعدها بسنتين أخرى شتوية في مدينة من مدن العالم وتسمى بالألعاب الأولمبية نسبة إلى مدينة أولمبيتا في اليونان التي بدأت فيها أولى المسابقات المعاني أبرز أشهر الحديث الجديد والمتطور الفكرة الرئيسة الألعاب الأولمبية من أشهر النشاطات الرياضية أعربي أولى فاعل مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر استخرجي من النص نعتا الأولمبية والحديث وصيفية مثنى مرتين وسنتين فعلا مبنية للمجهول تقام وتسمى الفكرة السالثة بدأت الألعاب الأولمبية القديمة بمسابقة العدو ثم أضيفت إليها مسابقات أخرى كالمصارعة والملاكمة وسباق الخيل وفي العصر الحديث تطورت الألعاب حتى أصبحت تشمل كثيرا من الألعاب الرياضية مثل كرة القدم والطائرة واليد والسلة والسباحة وألعاب القوى وغيرها للدورة الصيفية والتزلج على الجليد وهوكي الجليد وغيرهما للدورة الشتوية المعاني العدو الجري والرق هوكي الجليد هي مباراة بين عدد من اللاعبين تستخدم فيها عصي الهوكي والقرص لتسديدها في المرمى وإحراز النقاط طبعا تقام هذه المباراة على الجليد الفكرة الرئيسة المسابقات الرياضية التي تشتمل عليها الألعاب الأولمبية استخرجي من النص مضافا إليه الجليد والعدوي والقدم نائب فاعل أضيفت فاعلا الألعاب